بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين في البداية بتقدم بالشكر لكل المشاهدين اللي اشتركوا في القناة وكل المشاهدين اللي حطوا لايك للفيديو الأخير بتقدم بالشكر للأستاذ محمود المهندس والأستاذ محمد الأفندي والأستاذة صمر السيد والأستاذة نور من المغرب لحسن المتابعة في الحقيقة كمان أنا بتقدم بالشكر للناس الكبار اللي احنا شايفينهم دولة اللي شايلين الموز اللي داخل السوق من العربيات هو الموز بيجي كده بالشكل ده الاخضر احنا في الاخر بنشوفه في السوق بلونه الاصفر وبنشتري منه ونأكله ما نعرفش المجهود اللي اتعمل في الموز وفي حاجات تانية كتير طبعا يعني النهاردة احنا بنتكلم على الموز لكن في حاجات كتيرة كلكم عارفينها طبعا بيشتغل فيها ناس كتير احنا ما بنشوفهم شو بصوا الناس الكبيرة في السن دولا قاعدين في التلاجة الكبيرة دي درجة حرارة ستاشر بتبقى درجة الحرارة 3 ايام على الموز ستاشر وبعد كده 3 او 4 ايام درجة الحرارة ترتفع لعشرين واحد وعشرين عشان يستوي الموز والموز هنا في التلاجة دي يعني بيستوي بطريقة صحية وبدون راش لأي مادة عليه في الحقيقة الناس الكبار في السن دولا اللي شغالين جوه التلاجة واللي بيشيلوا من العربية النقل يعني كانوا نصفر حنين كل الحكاية كانوا عايزين يقولولي يعني ايه نتمنى بصوا الراجل تعب قد ايه الراجل طبعا يعني تعب مش بيصور انا كنت ماشي بالكاميرا حتى انا ما جبتهاش عليه وما كنتش حابب ان هي تيجي عليه وهو تعبان ربنا يضيله الصحة والعافية هو بعد التصوير شفته قلت له تعبان قال لي ابدا انا كويس ورحب بي وقال لي الفيديو ده هيجيب ان شاء الله مشاهدات كتير ولايكات كتير انا بتمنى صراحة واتمنى ان انا اهدي يعني نجاح الفيديو ده للراجل ده بصفة خاصة اه المهم انه الموز طبعا في السوق اه المغربي من سبعة لأهداشر جنيه والبلدي من ستة لتسعة جنيه والبيكو من تسعة لتلاتاشر جنيه نرجع للخضار والشغل الشاغل للمزارعين والتجار في السوق والمشترين يعني المستهلكين طبعا يمكن بيكون في زيادة شوية في اسعار التجزئة ما بيبانش قوي الاسعار اللي احنا بنقولها دي في سعر الجملة لكن انا بذكر حضراتكم ان الاسعار دي اسعار جملة سواء الخضار ده من اسماعيلية او من استويس او من سوق العبور فالبصل الاحمر بستة ونص والبصل الدهبي بصل الصورة بستة ونص سبعة وبصل الابيض بصل الشرقية بستة جنيه طبعا البصل الاحمر الكردي بيبقى بصل احمر نظيف وسعر البصل بيعتبر يعني فيه ارتفاع شوية لو قررنا في الفترة الاخيرة باصناف الخضار اللي بتتغير اسعارها زي البصل والبطاطس البصل مرتفع شوية لكن البطاطس بينخفض شوية وهنيجي للبطاطس ونتكلم عليه لكن برضو انا عايز اقول الناس اللي بيسألوا على التوم الاحمر التوم الاحمر مش موجود في السوق دلوقتي لان التوم الاحمر هو اساس التخزين في التوم وكمان الحمد لله رب العالمين انه هو في الفترة الحالية اساس التصدير يعني الحمد لله مصر بتصدر كميات كبيرة من التوم الاحمر واحنا عارفين طبعا ان التوم الاحمر هو يعني جودة عالية وكنا لما التوم الجديد اللي هو نشف دلوقتي ده قدامنا سواء بالجودة العالية اللي احنا شفناها ده واو بعد شوية هتيجي الكاميرا على يعني ناحية الشمال شوية كده يعني التوم نشف لدرجة ان الفصوص قلت ما بقاش الفصوص مليانة كده لا ده طبعا ده توم مقروض والتوم المقروض يعني بيوصل لتمانية جنيه وتسعة جنيه والتوم اللي بعيرشه بخمسة جنيه والتوم الفصوص بيبقى هو يعني اغلى شوية 11 و12 فيه العبوات اللي بتبقى فيه الطبع التوم في الفترة اللي جاي احتمال كبير جدا ان يحصل فيه انفراجة في السعر ربنا سايل لما ييجي وقت التوم والانفراجة بتاعته نتكلم عليه ويكون فيه توم احمر في السوق ونصوره لحضراتكم البطاطس مازالت للبطاطس لسبونتا اللي هي يعني احسن بطاطس للتخزين يعني لو هتدور على بطاطس عشان تخزينها مدة كبيرة عندك في البيت فيبقى هي بطاطس لسبونتا هي بستة ونصور البطاطس الاقل سعري في السوق هي بطاطس الصعيد بثلاثة ونصور باربعة جنيه البطاطس سعرها نزل لان محافظات كتير نزلت بطاطس ممكن تزيد شوية لو نشفت يعني هي لسه طرية برضو لو نشفت شوية السعر هيزيد برضو يعني بذكر المحافظات الاسواق كلها كل اسواق الجملة سواء في السويس او في اسماعيلية او في سوق العبور التماطم كتير جدا وفي منها يعني بنسبة 80-85% من التماطم الموجودة زرع نضيف العدية الكبيرة يعني زرع اسماعيلية ده او زرع الشرقية اللي هي 26 كيلو بخمسين لغاية 70 جنيه طبعا في زرع برضو نضيف في العديات الزغيرة لعشرين كيلو بيوصل لستين جنيه يعني التماطم نقدر نقول عليها ان هي من خمسين لسابعين بس بيختلف العدية الزغيرة العشرين كيلو عن العدية الكبيرة لكن في الحقيقة هي كميات كبيرة من التماطم موجودة في السوق وبقيت الاصناف الى حد ما الاسعار في متناول الجميع وما تغيرتش كتير في خلال الاربعة وعشرين ساعة الخيار من اربعة لستة واللمون بسبعة جنيه اللمون الاصفر الجودة العالية قلت حضرته طبعا مرات ان الاصفر يعني للاستهلاك السريع والاخدر هو اللي بيستحمل التخزين ويستحمل الصفر والفلفل الرومي عموما الفلفل من ستة لسبعة جنيه الفلفل الشطة بسبعة جنيه والامجة من تمانية لتسعة جنيه طبعا الفلفل الرومي يعني احسن انواعه البناتي يعني اعزائي المشاهدين في الحقيقة يعني انا برضو للمرة التانية بتقدم لحضراتكم بالشكر لمتابعة قناة السوق الحرة وكمية اللايكات الكبيرة البتنجان الرومي والبتنجان العروس في ارتفاع خفيف في السعر خاصة ان يعني ا쳐 constrained ابتدى ينزل اا بتنجان فالبتنجان الصعيد جودة اعلى من الشرقية والفلفل الالوان من اتناشر اه لخمستاشر جنيه والجزر العشリين كيلو الجزر النظيف بااااااااااا باااااا ستين جنيه والفلفل الامجة بيوصل لاتسعة وعشرة جنيه والبطاطا من اتنين ونص لتلاتة والبطاطا اللي نضيفها دميات والمنصورة بتلاتة ونص واربعة جنيه الى هنا عزائي المشاهدين بتنتهي حلقة اليوم شكرا جزيلا لحضراتكم لحسن المتابعة نتمنى ان شاء الله نتقابل قريب في خلال اربعة وعشرين ساعة لنواليكم بالاسعار بأول شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته